أعربت مصر عن بالغي القلق من اعتزام السلطات الإسرائيلية هدم عدد من القرى الفلسطينية في منطقة مسافر يطاب الضفة الغربية المحتلة وما يستدبعه ذلك من خطر تهجير الآلاف من الفلسطينيين من قاتل تلك القرى وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت مصر رفضها لما تردد حول مخطط بناء نحو 4000 وحدة استطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشددة على أن ما تمثل هاتن الخطوة من خرق صارخ لقواعد القانون الدولي ومقرارات الشرعية الدولية كما أكدت مصر الإدانة التمت لسياسة الاستطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وكذا مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين مشددة على أن الاستمرار في مثل تلك الإجراءات الأحادية يؤدي إلى زيادة الاحتقان والتوتر ويسهم في تغذية دائرة العنف كما يقود من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة ترجمة نانسي قنقر